تسعين دقيقة فضلة على حلم التأهل للمنديال أهلاً سهلاً بحضراتكم حلقة جديدة والسادسة بداية على أرواح خطوة أولى في منتهى الأهمية عدنا منها جزء كبير جداً من مصاعب مواجهة منتخب الحية على مستوى عالي جداً من الإمكانيات وعلى مستوى عالي جداً من القدرات مبروك فوز منتخب مصر على السنغال في الجولة الأولى بنتيجة 1-0 كلام كتير جداً عن المطش ومن مبارح الحقيقة من ساعة ما انتهت المباراة من ساعة ما صفر حكم المباراة اللي كان متحامل شوية جون جاكنا دالة طبعاً على مصر ويمكن في رأيي وفي ظني أنه لعب دور في أن المباراة انتهي فقط بنتيجة 1-0 يعني في حالة ما إذا كانت أشهر البطاقة الصفراء لسي سي لاعب خطوة السنغال البطاقة الثانية أعتقد كان ممكن مصاري المباراة وسيناريو المباراة وهي بطاقة صفراء مستحقة بالمناسبة وهو نفسه كان قرر أو خد القرار نطلع على الكارت الأصفر لكنه تراجع لما اكتشف ده في ظني وفي تأديري وفي ظني وتأدير كتير من اللي تابع المباراة أنه تراجع بمجرد مكتشف أنه سي سي حصل على إنذار أو كارت أول أصفر فبالتالي حس أنه هيبقى بيصعب الأمور أكتر على السنغال نوع من أنواع الاحتواء سميها سميها زي ما أنت عايز تسميها ولكنه بالتأكيد أخطأ خطأ يحسب عليه لأنه مطلوب منه كان أنه يطبق القانون بصرف النظر اللعب ده خد إنذار قبل كده أو ما خدش أو أنه دي مباراته أهل لكاس العالم أو ما تأهلش على كل أحوال الصعبة عدة يعني أنا شايف أنه جزء كبير من مطش مبارح أو من نتيجة مطش مبارح قللت بشكل كبير جداً المواجهة العامة مع السنغال أولاً أولاً خلينا نقول أنه إحنا صدرنا حالة التوتر للمنتخب السنغالي قبل مباراة العودة ومبداية من صفارة البداية المطش يوم التلاتة إن شاء الله بإذن الله هيكون الضغط والتوتر ضغط العصبي يعني والتوتر أكتر على المنتخب السنغالي أكتر منه على المنتخب المصري الضغط في الكرة بقى في الملعب هيكون علينا بشكل كبير والمستوى والأداء اللي قدموت السنغالي مبارح بتقول أنه مباراة العودة من ناحية الفنية هتكون فيه منتهى منتهى الصعوبة